موسيقى علي انت فيه؟ انا قلعت اما ملقيتكش جنبي تخضيه انت من امتى بتشرف سجاي؟ عالية خشي نعم يا حيات أنام ازاي يعني وانت عامل كده؟ مالك يا عين؟ الآن الآن من ايه يا حبيبي؟ قول لي وانا شيل عنك انا مش عاوز اشيالك الهم دي كمان منت كده يعني طمنتني ما انت قلقتين من ساعة ما قمت من جنبي وقعد قعدتها جديدة بعدين انا ملاحظة كده اني بقى لك كم يوم مش على بعض في ايه يا علي؟ اتكلم من هنا لازم افهم بكرة لازم اعمل اللي اخوك قال لي عليه فواس؟ قالك ايه؟ مش يطار ادماغه وسبت له نفسي بس بيني وبينك حهاد اهم ارعوب قوي ارعوب من ايه بس يا حبيبي فهمني؟ بكرة حياتي يوم صعبة خايف 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 بدل ماكشف رد الكلب دول تطبل على دماغي تقصد الناس اللي بيزنوا عليك؟ وفيه غيرهم كلاب احاد لي يا علي؟ نوي تعمليه؟ موسيقى 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 اتأخرت كده لي يا أستاذ علي؟ معلش أول ما سألت على العنوان اللي وصلت بيهانا تضادل السرعي الأستاذ محمد حسين أعتقد تعرفه كويس من صور اللي عندك في الملف أنا أتسهل هدي جيت لحد عندك إنسان طبط يا أستاذ علي؟ عايزين بقى نخلص من الحكاية دي؟ الأستاذ علي من أكفر الموظفين وأعتقد يا باشا إنها بقى له شغل معك كتير قوي وأنا عنية ليه بس هو يخلصنا جبتي فلوس؟ ملف معك؟ فوق وإن الفلوس إيه؟ أحدش يتعرف بالمجارة إيه؟ إيه؟ ماشي يا أستاذ علي موسيقى 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 ما رحنا عمانة اللي إنت عاوزها فقالني بقى إيه وراج تاني؟ أنا بعرف عملك شاطر وبتلقطها عالطاير معقولي كل حيدة وما فهمته شي يا قوة دي؟ ماليش يا ماشي يا أصلي، تفكرنا لو هو على أجده يعني، خدنا على آنه خصمك وخصمي واحد اللي هو فواز الصيار وهو اللي أكل حقنا ولازم نرجع حقنا على الناشف وانت أمسدق أن فوازها نشربها على الناشف؟ فواز عقره ودماغه توزم ده أقعنا الثلاثة دماغنا بتوزم قرب عالها وبعدين ما تنسوا نكون ولاد عمه من لحمه ودمه وبعدين قوي بده تكونوا جنبه مش ضده برضو مفهمناش مكسبة كتا فين يا عم الجن أقول لك أنا باقي مكسب الجن فين فواز؟ العربية جازة حق ماشي يا شهادة أظن كده عدان ألعب وأزح ابن عمي ما تزعلوش ماني يا أولاد عمي أنا محبش أحكم عمياني كان لازم أسمع وأشوف بنفسي دي الأصول هديك يا عم سمعت بودانك وشفت بعنيك اتأكدت من سلامة نياتنا يا فواز الرجل كان حادينا فلوس متلتلة الله يا كان جايب لنا مصالح لليها أول ولا آخر ما تخليش لو أحد يحتاج لحد لا إله إلا الله معايا المكسب أكبر والمصالح أكتر وبما يرضي الله ياه إزيها يعني؟ من بكرة الصبح إن شاء الله تطلعوا على الشركة تقافلوا مرسي وش حياتك وهم هيفهموكو تعملوا إيه؟ يعمل إيه في إيه؟ يا ابني اسمع الكلام وروح الأول وإزا عجبك الكلام اعملوا ولو ما عجبناش هيبقى لينا كلام تاني يا تسوقي هيبقى لينا كلام تاني يا حبيبي إيه ده بس يلا أنا رايح الشركة تيجو أوصلكو؟ لا تكع الله ربنا أوصر طريقك أنا رايح مش وار رفايا حنواتش عبار مش وار رفايا؟ مانت رايح تعمل إيه؟ حنوة حنوة الله حنوة 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 يا الله بينا يا حنوة وصح يا عبتوا هو وصح وصح يلا يا عبتوا ده مخفيف يا ابن عامك ده يا أخي يا أخينا شميت نفس يا فندم باللي أنت عملته ده نجيت نفسك من فخ كان من صبلك وكان محكوم على الآخر فخ فخي يا فندم جواب المجهول بيقول إنك هتاخد رشوة من ناس اللي يجوا مصلحة وكان محدد المعاد والمكان بس أنت سبقت بقى وبلغت يعني هم كانوا شفت بقى كان هعملوا فيك إيه يا أستاذ علي؟ الله طب هستفيدوا إيه؟ دول كانوا هيموتوا على اللعبة دي دول مصدقوش نفسهم يا فندم إن أنا وفيت إن أنا قابلك طعم كانوا بيرمهوا لك عشان يثبتوا عليك الرشوة وتروح في ستين دهية وأنا هاري سود طب كانوا يكسبوا إيه من الحكاية دي؟ بيقولوا يخلاصوا منك واللي هيجي بعدك يمكن يكون أسهل لكن إنت طلعت أسكى منهم وقعتهم في الحفرة اللي هم عملوها لك لو إيه جبت صاحب المصلحة بنفسه عملت كده زي يا أستاذ علي؟ طب ما تقولش كده يا علي إنت جوز أختي يعني يا أخويا وربنا العالم عزتك عندي يا دي يا علي واللي إنت عملته معايا كله بيأكد على كده حك لا يا عم أنا ما عملتش حاجة يا عم أنت هتورطنا أنا أدتك النصيحة وبس نصيحة إيه؟ ده أنت أدتني سكينة كانوا ناس بس كينها وسنينها وحطينها على رقابتي وجبتلي رقابتهم تحت إيه دي لا أحاول ولا قوة إيه بالله لا أحاول ولا قوة إيه بالله يا عم بلا سكين يا أولاد يا أولو إنت بس اللي قلبك هابيض منظيف ومحترم عشان كده ما لكش في السكك العوجة ديه ربنا يكرمك يا حج فاضح إن أنا عطلتك كتير بس كان لازم أجب أتشكر لك بنفسي وبقول ربنا يقدرني على رد جميلك اللي في رقابتك الجميل ده أنت بترده كل يوم طول ما أنت صاين الأمانة ومرأة يا ربنا في أختي أنا عارف أنا عارف إنك صاين الأمانة وعارف إنك بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تسعيدها أنا عارف بحس بنا أخليك البعض خليك يا يا كزوختي خليك أحد شفت بقى أخويا قلبه عليك إزاي فواس ده دماغه توزن بلد ابن سوق كده وفاهم تدابير وقلعيب الناس دي ويا ما شاف من اللي زيهم لكن دايماً ربنا بينصره عشان قلبه طيب ونيته صافي وهو نصرك أنت كمان يا عالي عارف يا حيات أول معرفت اللي كانوا بيضبابهولي قلبي كان هيوقف يا نهر اسود يا لما كنت سمعت كلامهم كنت رعت في ستين داهية لا يا عالي اللي معارب بنا عمره ما ينضم أبداً ومن يتق الله يجعل لهم أخراجاً ايه يا عالي؟ هنضم